بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب أهل الزكاة ومن تدفع له لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم أهل الزكاة ثمانية ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة أولا الفقراء وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية ثانيا المساكين وهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها فلو قدرنا الكفاية لسنة مثلا باثني عشر ألفا فالفقير من لديه أقل من ستة آلاف والمسكين من لديه ستة آلاف أو أكثر ولم يبلغ اثني عشر ألفا فنعطيهما ما يكفيهما لسنة لأن الزكاة تجب في الحول ثالثا العاملون على الزكاة وهم جباتها وحفاظها والموكلون بقسمتها يوليهم ولي الأمر ولا يشترط فيهم وصف الفقر بل يعطون منها ولو كانوا أغنياء رابعا المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو قوة إيمانه خامسا في الرقاب وهم المكاتب المسلم وهو الرقيق يشتري نفسه من سيده وعدق الرقيق المسلم والأسير المسلم ولا يدخل فيهم رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز سادسا الغارمون وهم غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه ولا يجزئ إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة سابعا في سبيل الله يشمل الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره ثامنا ابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده أقسام سقي الزرع مع مقدار الزكاة أولا ما سقي بمؤونة خالصة فيه نصف العشر ثانيا ما سقي بلا مؤونة خالصة فيه العشر ثالثا ما سقي بهما نصفين فيه ثلاثة أرباع العشر رابعا ما سقي بهما بتفاوت يعتبر الأكثر نفعا خامسا ما سقي بهما بتفاوت وجهلنا أيهما أكثر نفعا فيه العشر فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر